موسيقى ثمانية وخمسون عاما مضت منذ أن نالت البلاد استغلالها من الاستعمار الفرنسي وقد سجل هذا التاريخ بأحرف من ذهب وخلد ذكراه في أزهان الأجيال اللاهقة إشعارا منهم بنضال وكفاه الشعب الشادي ضد الاستعمار وهو تاريخ الحادي عشر من أغسطس لعام 1960 وككل عام من هذا التاريخ ينظم أرض أسكري لمختلف وحدات قوات الدفاع والأمن وفي صبيهة هذا اليوم حضر فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو الأرض الأسكري المؤت خصيصا لهذا اليوم الأغر بساهة الأمة وبحضور أعضاء الحكومة وممثلية الشعب والرؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلية المنظمات الأممية العاملة بالبلاد إضافة إلى القيادات الأسكرية المختلفة وعدد من المدعوين وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وصل موكب رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو إلى ساهة الأمة ومن ثم قامت وبرفقته القائد العام للقوات المسلحة الشادية إبراهيم سعيد محمد بتفقد مختلف الوحدات الأسكرية وبعدها توجه فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو وقام بوضع إكليل من الظهور على قبر الجندي المجهول وذلك تخليدا لذكر الأبطال الذين قضوا نحبهم من أجل تحرير البلاد من قبضة الاستعمار كما قام فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو بتكريم أربع من الشخصيات الوطنية ومن بينهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة وادي كوندي صالح أب بكر صاحب المشروعات الحيوية وذلك نسبة بالدور الإيجابي الذي قاموا به في عملية دافع عجلة التنمية في البلاد والجدير ذكره أن هذه الاحتفالية التي تجسد رمز ومكانة الشعب الشادي ونضاله الطويل في سبيل الحرية وإرساء دعايم الديمقراطية والكرمة الإنسانية توجد بعرض أسكري جوا وبرا ولاحت في سمائها طائرات استطلائية واستخباراتية وهجومية ومروحيات لنقل الجنود وعلى الرغم من الأجواء الماطرة الخريفية حيث قامت القوات البرية بعرض تؤكد مدى جاهزية قواتنا البواسل واستعدادها لجعل للبلاد مكانة خاصة تأخذ لها في الهسبان من حيث التجهيز الأسكري والأتاد الحربي هذا وقد شارك في هذه المناسبة التاريخية مختلف الوحدات من القوات البرية والدرك الوطني وحرس الرحل والجوية والشرطة تلى ذلك الدراجات النارية لشرطة الوطنية والسلاح المدرعات وناقلات الجنود والدبابات والمعدات الأسكرية الحديثة وقد تم تجهيز قوات المسلحة الشادية لأجل قيام بدوره في سد الهجوم والوقوف أمام كل عدو ببسلة واحترافية أمطار تتساقد وكأنها مدعوعة للاحتفال وأصوات تتعالى وتصح ابتهاجا بهذه الزكرة التاريخية مشهد عيشته ساحة الأمة هذا السبت الحدي عشر من أغسطس عام ثمانية عشر وألفين فبالرغم من الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الصباح كانت الأجواء مغايرة بساحة الأمة حيث الفرح والسرور ساد وجوه الحضور فمنذ صباح الباكر اصطفت مختلف الوحدات الأسكرية لمشاركة في الاحتفال انتظار مجي الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وبداية الاحتفال إلا أن الأمر لم يكن كذلك أمطار هاطلت دون سابق إنزار وضعت الحضور في مشهد يحكي حاله بهاله شك منه حتى الفريق الإعلامي الخاص بالنقل المباشر لحيثيات الحفل في وقت يبحث فيه آخرين عن حلال الوقاية من الأمطار كهؤلاء الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة سوى هذه المظلات والكراسي قطعوا سنين عدة للدفاع بلاد توماي حتى قاعدوا وأحيلوا إلى المعاش إلا أن كبر سنهم لم يمنعهم من حضور الاحتفال لتقاسم الفرح ما أبنائهم اشتركوا في القناة